بسام علي يقول منزلي يقع خلف المسجد مباشرة هل يجوز أن أخرج إلى الشرفة وأصلي مع المسجد جماعة وأنا أرى المسجد أمامي إذا كان معك ناس سواك فتصلي إذا وقف معك ناس ولو واحد ممكن أن تصلي أما أن تقف وحدك لا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف ولما ركع أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقف رضي الله عنه ثم دبه حتى دخل في الصف قال له زادك الله حرصا ولا تعود نزار حامد ما حكم قراءة القرآن بصوت النساء في وسائط التواصل الاجتماعي ما حكم قراءة القرآن بصوت النساء في وسائط التواصل الاجتماعي الله ما ينبغي هو صوت المرأة ليس بعورة لكن الممنوع التلذذ التلذذ بصوتها والممنوع خضوعها بالقول قراءة القرآن بالتجويد مستلزمة نوعا من نوعا من التحسين والترخيم والتطريب وهذا ما لا يليق أن يكون من المرأة أمام الرجال ترجمة نانسي قنقر